السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اريد ان اقول قصة الباقي الاخير طلابه اضعوا استماعكم الى قصته ان والد جاسر اعطى روبيه من المجهرات واجع الى المستشفى انه يحتاج روبيه كثيرا لعملية جراحية لمنه جاسر هاكذا جات عملية جراحية من المستشفى اوسپیٹل الان املية جراحية پورتیا نمد الپسا الپاقی اینی نموڑا قدید باقی آرمیکا سوریح جاسر من المستشفى ممانا سوریح دسچارج حسپیٹل الان دسچارج چه دو انگرد لے وحالا سوریح جاسر انه دسچارج چه دو سوریح جاسر من المستشفى من اینا سوریح جاسر من المستشفى الان هوا یستریح فی بیت ہی انہو یستریح یستریح ویشرا ملکوگا انہو یستریح فی بیت ہی اینا یستریح فی بیت ہی کم ایان یستریح شہران شہر شہر منس ماس یستریح جاسر فی بیت ہی شہر آمینے دیو سنگل کھڑی یو من کانا جاسر یچلیسو علال اری کا اری کچھ سوفا یچلیسو جاسر علال اری کچھ ہوا یو شاہدو تلفاز تلفاز تیلیویشن نہو یو شاہدو نہو یا اپ تلفاز این جاسر یچلیسو علال اری کا منا یفعل ہوا یو شاہدو تلفاز ہوا یرا التلفاز بجانبه ام بجانب جاسر جانب اری کل حندا بجانب جاسر امه فایدن نوار جاسر لیکن لیسا فی انکی ها اقدر لیسا فی انکی ها اقدر وقال جاسر یا امی این اقدر کی این اقدر جواہر یا امی قولی این اقدر کی فاقالت الام مع الحزن وقالت الام مع الحنون تلا تفن اله کتی في جاسر تلوڑی کلد جاسر امم قالت الام امم پرنو لقد بی انا یا بنایا لقد بی انا لکا یا بنایا نینکرن دی نینکرن دی نینکرن آمالا وابقا جاسر جاسر کالا نیو بوی وابقا جاسر وقالا وقالا لیما یا امی لیما بی اتھی لیما بی اتھی حالا جواہر لیما بی اتھی ذالک ال اکرد ذالک ال اکرد ہی کدو الجواہر فاقالت الام مع الحزن جاسر جاسر نوڑ پرنو یا بنایا ذالک لیس جو حر تن انتنا ذالک ال اکرد لیس لیس جو حر تن ویلی ریکنا منظم ایلا انتنا نمک بَلْ یا اکرد ویلی ریکنا هر اس قلامت ونسحه الطبيب باستراهة الشهد ذات مساء كان جاسر جالسا على الأريكة بجانب أمه وهو يشاهد التلفاز فالتفت إليها جاسر وقال أين يكدك يا أمي؟ لما لا تلبسينه؟ أجابت الأم بحنا لك تبعين العكدة يا حبيبي أنت عندي أعلى من كل جوهرتي فعلا أنت جوهرتي أيهاد الله كأتم جيدا وفاهمتم هل ما عاني؟ نعم؟ ليس؟ لا؟ 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 واستمعوا إلى كرابي وبعد أسبوعين سورها جاسر من المستشفى ونسحه الطبيب باستراهة الشهد ذات مساء كان جاسر جالسا على الأريكة بجانب أمه وهو يشاهد التلفاز فالتفت إليها جاسر وقال أين يكدك يا أمي؟ لماذا لا تلبسينا؟ أجابت الأم بحنا لقد بإناء العكدة يا حبيبي أنت عندي أعلى من كل جوهرة فعلا أنت جوهرتي أيهاد الله نحن ندرس الدرس بارب شرك باريكا قبل ذلك انظروا يا طلاب انظروا إلى السبورة هناك ترى الكلمات ترى بعض الكلمات وهذه الكلمات مفهوم معنا مفهوم لكم آم عيوة وهذا الألفاظ السهلة على السبورة إذا كان يملك إلقاء الله هنا نملك ألفاظ السعبة كانت في هذا الجزء بعض الألفاظ الصعبة قل الجهرة واحد بعد واحد قل ونظروا إلى الألفاظ السبورة أولا أسبوع أسبوع ويك آلتا أسبوع أصابيع ثم سوريها 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 نسوها 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 ينسوه عدوئس ثم ثم إلتفت يلتفت نسوها 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 ثم 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 سمع استراحت استراحت رشت وسرم أيها الله قلتم بعو الألفاظ صعبة و هذه الألفاظ صعبة ناقشنا في هذا الدرس و هذه الألفاظ والمعانين تتبون في تفاتركم و تفهمون و تتعلمون جيد هنا إيه بارة بارة مشى ديگر إبقى آنا أتو قنط سر ديگنا و بعد أسبوعين after a week و بعد أسبوعين أسبوع week بعد after after a week و بعد أسبوعين سوريح جاسر من المستشفى سوريحة discharge سوريحة جاسر من المستشفى سوريحة جاسر من المستشفى سوريحة جاسر من المستشفى سوريحة جاسر من المستشفى والشهر والماصر استراحة رشترك نصحه اب توبي لجاسر باستراحة شهر واحد قال توبي لمن؟ لجاسر من قال؟ قال توبي ذات مساء كان جاسر يجلس على الأريكة بجانب أمه ان جاسر يجلس على الأريكة بجانب أمه عند جاسر أمه انه يجلس على الأريكة ماذا يفعل؟ عندما يشاهد التلفاز تلفاز؟ تلفاز؟ تلفاز انه يرى التلفاز اوان تیوی کانو بیا بجانبه من؟ أمه بجانبه أمه انه يرى التلفاز فإذن فالتفت إليها جاسر جاسر أمه إليك التفت تيرينو کی وَقَالَنْ أَيْنَ إِكْ دُخِي آؤُمِي نِمَلْدْ إِكْدْ آئِنَا لِمَلَا تَلْبَسِينَا لِبِسَيَا لْبُسُوْ دِرِيكْ بَبِيَرْ لِمَلَا تَلْبَسِينَا يَمْدَاً نِمَلْ دِرِيكَا تَدُدُ لِمَلَا تَلْبَسِينَا لِكَدْ أَجْعَبَتِ الْأُمُّ بِحَنَانَ وَلَا نِمَلْسَي لِي تُوْرُّ كُوْدَ أَجْعَبَتِ الْأُمُّ أُمَّ مَرُوْدِ بَرَنْيُوْ يَا بُنِيَّا الْحَبِيبِ أَنْدَ قُرِيَا پَرْتَّ مَاگَنَي لَقَدْ بِحَنَا بَعَيَبِيُوْ بِتُوْ لَقَدْ بِحَنَا الْإِكْدَ يَا حَبِيبِي يَا بُنَيَّا سُمَّ قَالَ تِلْأُمُّ أَيْغَنَ أَنْتَ عِنْدِ أَغْلَى مِن كُلِّ جَوْحَرَة يَلَا جَوْحَرَةِ نِيَّا كَالُوْ بِلَوْدِي قُلَّ أَمُّ لِمَا يَتُلَّ جَوْحَرَةِ أَنْتَ يَا بُنَيَّا أَنْتَ نِيَّا فِعْلًا عَشْلِي يَدَاتْتِلِ أَنْتَ جَوْحَرَةِ نِيَّا نَا يَنْدَيْرَكْنَمْ نِيَّا نَمْ مُّدَيْرَكْنَمْ كَالَتِلْ أُمْمُّ بِحَنُمْ وَلَا سَمْتَوَشَتْتُّ وَوْرُبُ قُلَمْ كَيْفْ هَاَذِ هِلْكِسْتَ يَنْغِنَيَا أَيَوَا مِثْلَ عَدْدُّرُوْسِ الْمَالِيَ عَلَا عَنْشِتَ عَلَا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر